اشتركوا في القناة والانسب لبيع تصميم الاقمسة هو موقع Redbubble هذا الاخير الذي يعطيك امكانية وضع التصميم الخاص بك بطبيعة الحال وبيعها ويعمل بنفس نظام ميرش بامازون ونظام كذلك تزلي وغيرها من المواقع انك فقط تضع التصميم والموقع يتكلف بطباعة القميص وارساله للشخص الذي قام بشرائه ولكن لماذا Redbubble هو الافضل بين باقي المواقع البديلة بطبيعة الحال لميرش بامازون بكل بساطة لان في Redbubble يمكنك ان تضع التصميم الخاص بك وتحصل على مبيعات دون عمل اي حملة اعلانية للتصميم الخاص بك وهذا بكل تأكيد شيء رائع عكسه تسبرينج كمثال او في تزليف علم ان التصميم الخاص بك لن تحصل على مبيعات حتى وان كانت رائعة لانه يلزمك عمل حملة اعلانية للتصميم عكس Redbubble الذي يمكنك ان تضع التصميم واذا كان في مجال يتم البحث عنه بشكل كبير فانه لديك فرصة كبيرة للحصول على مبيعات دون الحاجة للترويش اذا الان امر بسرعة لشرح كيفية التسجيل في الموقع وبعدها الدخول الى طبعا الرابط ستجدوا اسفل الفيديو في صندوق الوصف تذهب هنا الى التسجيل لاول مرة ثم تدخل الايميل هنا اسم المستخدم وكلمة السر وتقوم بالتسجيل بعد فتح الحساب لاول مرة يلزمك ان تقوم بالدهاب لقسم الاعدادات هنا وتقوم بملء المعلومات الاساسية بطبعة الحال من خلال هذا الخيار هنا يمكنك ادخال ايضا الاسم العائلي الايميل هنا العنوان الخاص بك وايضا تقوم بربط الحساب الخاص بك بالحساب البيبال لكي تتوصل من خلاله بالالباح هذا اذا بالنسبة للإعدادات الخاصة بالحساب الان سوف تحدد عن كيف يمكننا ان نضع التصميم الخاص بنا للقيام بذلك تقوم بنقل هذا الخيار ثم تضغط على اضافة تصميم جديد لرفعه وتصميم لك على الموقع تقوم بنقل على هذا الخيار وبعد ذلك مباشرة تختار التصميم الذي قمت بانشائه بطبعة الحال ولنفترض ان هذا هو التصميم فقط نموذج بعد ذلك تنتظر لحين يتم رفعه بالكامل في نفس الوقت تقوم بادخال العنوان الخاص بالتصميم وله طبعا علاقة بالنيتشا والمجال الذي تستهدفه بطبعة الحال اذا كانت عبارات في التصميم يمكنك ادخال نفس هذه العبارات بطبعة الحال في العنوان كذلك بالنسبة للخيار الخاص بالكلمات الدلالية فهو من الخيارات المهمة بشكل كبير لانه يجعلك تصل لعدد كبير من الناس وبالتالي قم بادخال كلمة دلالية لها علاقة بالمجال الذي تستهدفه بطبعة الحال كلمات ثم تضع كلمة اخرى وهكذا هنا في الوصف ايضا يمكنك ان تكتب بعض الأعبارات التي تهم بطبعة الحال التصميم الخاص بك ثم في الخيارة المهمة تقوم باختيار التصميم التي تريد przygotهي للبيع طبعة الحال وان يتم طبعة البيع الخاص بك بطبعة الحال من خلالها هنا في هذا المكان بالنسبة للتصميم يمكنك ان تحكمه في العبارة والمكان الذي تريد ان تظهر فيه كذلك يمكنك ان تشائد على مختلاف الألوان وأيضا يمكنك أن تقوم على سبيل المثال بوضعها في الوسط هنا والتعديل عليه على كل حال ثم يمكنك أن تضغط على الخيار الخاص بإنهاء التعديلات وأي تصميم يظهر بهذا الشكل فهو متاح للبيع والتصميم التي تظهر بالألوان الباهتة فهي غير متاحة ويمكنك تفعيلها كذلك والتعديل عليها بشكل الذي يناسبك كما تشاهد هنا يمكنك التحكم في كل الأشياء الموجودة هنا المكان الألوان الأقمصة وغير ذلك بطبيعة الحال وتضغط على إنهاء التعديل ونفس الشيء يمكنك التعديل على كل هذه التصميم الموجودة هنا أيضا هنا الكممات يمكنك بيعها والتعديل على العبارة لكي تظهر بشكل جيد وبعد الانتهاء من التعديل على كل هذه التصميم تختار هنا هل هو صورة أو تصميم قمت به إلى غير ذلك وبعدها تختار هنا التصميم الذي تريد أن يظهر في الواجهة الرئيسية بطبيعة الحال وبعد ذلك تقوم بالنقل على خيار التسجيل ونشر التصميم الخاص بك وطبعا مباشرة سوف يظهر على الموقع ويمكن لأي شخص أن يقوم بشرائه هذا إذن بنسبة للخطوات الخاصة بإضافة التصميم الخاصة بك الآن سوف نتحدث عن المجالات التي يمكننا استهدافها كعيد الأب على سبيل المثال والذي يتزامن مع الواحد وعشرون من هذا الشهر ولكي نحصل على أفكار مميزة لكي نضع في الموقع يمكن مشاهدة التصميم التي يتم نشرها على هذا النيتشا والمجال الذي سوف نعمل عليه طبعا في ميرشبي أمازون هناك الكثير من أشخاص الذين يضعون التصميم وبالتالي يمكننا أن نأخذ أفكار عن هذه التصميم الموجودة هنا سنجد كذلك الكثير من التصميم التي تم بيعها بشكل كبير وسوف نستوحي منها فكرة ونشغل عليها كذلك يمكنك استخدام جوجل ترند الذي يعطيك فرصة للبحث بطبعة الحال عن المجالات التي يتم تدولها بشكل كبير وبالتالي تقوم فقط بنسخ المجال الذي تريد على سبيل المثال أن تقوم باستهدافه بهذا الشكل تقوم بوضعه هنا ثم هكذا يعني تقوم بإدخال المجال وسوف تشاهد ما مدى البحث عنه بطبعة الحال لاحظ معي هنا البحث تصبح كبير وكبير جدا عن هذا المجال ولازل في تطور بكل تأكيد وهذا دليل على أنه من المجالات التي طبعا عليها طلب كبير ويمكنك العمل عليها لاحظ أن الكثير من العبارات التي سوف تجدها هنا ويمكنك أن تشتغل عليها بكل تأكيد أيضا من الطرق التي يمكنك اعتمادها وهي محرك البحث جوجل هنا يمكنك أن تدخل المجال الذي تريد استدافه ثم الأقمصة بطبع الحال وهي التصميم التي سنقوم بنشرها ثم تأتي لهذا الخيار الموجود هنا وتختار آخر 24 ساعة على سبيل المثال نختار 24 ساعة هكذا وسوف تشاهد التصميم التي تم نشرها في آخر 24 ساعة في هذا المجال تحديدا وهذا دليل أنه مجال علي طلب كبير ويمكن أن تنشر التصميم بطبع الحال لاحظ أفكار كثيرة يمكنك أن تأخذها من خلال التصميم التي ينتم نشرها وتنشئ تصميم مشابه بطبع الحال وتضعه على ريد بافل أيضا سأمر لي الأدات الأخيرة لحلقة اليوم وهي كذلك من الأدوات التي سوف تساعدك على الحصول على كلمات لها علاقة بعيد الأب على سبيل المثال أو أي مجال تستاذف فهذا يبقى لك الاختيار بطبع الحال هنا تقوم بإدخال متاعيد الأب هكذا في هذا الموقع ثم تختار أماظون لكي تبحث عن تصميم موجودة في أماظون وهنا سيعطيك الكثير من الجمل التي يمكنك إدخالها في التصميم الخاص بك والاعتماد عليها بطابعة الحال في التصميم الخاص بك وهنا الكلمات التي تجدها هنا والعبارات فهي التي يتم البحث عنها بشكل كبير هذا إذن كل ما يتعلق بطريقة الحصول على أفكار للتصميم يمكنك أن تقومها بطبيعة الحال بالعمل عليها ووضعها في موقع Redbubble وكما قلت فهذا الموقع يمكن أن تحصل على مبيعات فقط يجب الانتزام ووضع التصميم كثيرة وكن متأكد أنك سوف تحصل على مبيعات في الموقع ولست بالحاجة للاستثمار إن لم يكن لديك أي مبلغ لدفعي بطريقة الحال لعمل حملات إعلانية هذا كل ما يخص موضوع حلقة اليوم أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفيد بالنسبة لي وإن كان الأمر كذلك لا تبخل عليها بالنقل زر أجاب للفيديو وإذا كنت تشاهدون لأول مرة لا تنسى ضد زر الشراك مع تفعيل زر الجرس شكرا لك وإلى اللقاء شكرا لك